موسيقى 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 برجعنا لكم مرة تانية منورنا النهاردة ممثل موهوب شارك فيه واحد من أنجح مسلسلات رمضان 2023 مسلسل طبعا جعفر العمدة اللي قدم فيه دور اسماعيل وعلى الرغم من يكون وجهة غير معروف عن كتير من الجمهور اللي انه قدر يلفت أنظرهم بتمثيله المختلف طب ايه الأعمال اللي قدمها قبل كده وإيه كان تأثير مسلسل جعفر العمدة عليه وعلى مسيرته ده اللي هنعرفه منه هو شخصيا للنهاردة نورنا في الستوديو الفنان عماد صفوت صباح الورد عليك يمكن انت فعلا لفت الأنظار في مسلسل جعفر العمدة ويمكن دي مش أول تجربة تمثيل لك فقلنا بقى البداية كانت من فين البداية كانت في 2019 كان مسلسل أمر هاني مع الأستاذ هاني سلامة وكان أول عمل ليا كان الأستاذ رقفع عبد العزيز المخرج كان بقى أعلى بقى ألو سنتين هو صديق ليا فقعد قول لي أنا عاوزك تشتغل معايا بس أعمل معايا مشهد واحد فقلت له اوكي فجي مسلسل أمر هادي وراحت اشتغلت معايا والحمد لله يعني عمل لتصادره طب تفتكر هو ليه شافك انت تحديدا وكان عايزك تعمل حتى لو مشهد ومصمم ان انت فيه حاجة انا عايزة تطلع على الشاشة هو دايما لان هو وجهة نظره طلعت صائبة الحقيقة بالمناسبة فانا عايزة عرف ليه يعني أقنعك بدا ازاي لان انت راجل برضو عندك شغل تاني وحنقول للوقتي طبعا شغلك هو ايه فراجل نوعية الشغل مختلفة تماما او الى حد كبير فازاي قدر يقنعك من هن الهن وبما ان ان انا بشتغل في الفن بقى لي حوالي اكتر من 16-17 سنة في مجال الفن يعني عشان انا صحفي في اليوم السابع وبالتالي بشتغل في قسم الفن فانا كل الفن بشتغل فيه وبالتالي انا حابب الفكرة نفسها يعني حابب موضوع التمثيل بس جيه رقوف كان له وجهة نظر انه شايف ان وشي وطريقتي والكلام ده كله تنفع في كاركتر او تنفع في شكل معين في التمثيل فجيه في الوقت ده في مسلسل امر هادي قال لي انا عايزك معايا بمشهدين فروحت اشتغلت معايا وكانوا مشهدين كانوا جمدين الحمد لله كان منهم واحد مشهد قتل يعني طب انت اول مشهد بالنسبالك واول دخلت بقى ستوديو وناس وكاميرات وناس بتصور ولا ايه حاجة خالص خالص ما انتقصرتش لا 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 ما عنديش رهبة ولا ايه حاجة لاني انا جريء بطبيعي وبالتالي كان موضوع الكاميرات والكلام ده كله كان بالنسبالي سهل جدا اللي خدته وان شوت كده ما عدتش ما اتلقلتش مشهد القتل ده انا يعني الاول مرة انا بمثل مشهد القتل ده يعني وان تيك دخلت قتلت مشيت على طول على طول اه على طول بمنتهى السبب ولا ايه حاجة بس هو عدته يعني عدته مرة واحدة بسبب ان اول مرة كانت السكينة حقيقية اه فكان عندي شوية يعني الآن برضو يعني خايفة اخبط مثلا خبت غلط او حاجة فقلت له رؤوف الثانية واحدة ليه السكينة كده حقيقية يمكن كانوا عاوزين يصوروها بطريقة تانية يعني بطريقة وشكل مختلف وبعدين يعني الاكشن بتاع السكينة حقيقي يعني بنقف لحد فين لا اصد ده موضوع لازم افهم دلوقتي ما هو ما بيوصلش لغاية الجسم اوكي اه الضرب ما بيوصلش لغاية الجسم اوكي فانت بقى بتتحكم في الموضوع بتحكم في الموضوع بيروح اكيد قبلها كان فيه برووف بس دايما اي آلة بتشتغل بيها ما بتوصلش لغاية مكان الجسم عشان يبقى فيه سافتي للممثل اللي انا عرفوا ان بتبقى فيه حاجات المفروض ان هي لما انت بدخلها هي بتدخل قريدي اوتماعتك للجوة او انت بتعمل خدع كده بتبقى من جنبه هي بتبقى في الجرافيك بتعامل الجرافيك بتعدي من الجسم للدهر من البطن للدهر بتعمل الجرافيك يعني بطريقة معينة انا اللي بتحكم فيها اه لانها بتتخد من زوايا معينة فبيتهيألك ان هي بتخش جوه البطن فغيرتوا بس وجابوا لي بلاستيك عشان اقدر اعمله حقيقي اوكي ان قديك ما تبقاش بعيدة اوي اه بس الضربة جت بالبلاستيك يعني جت حقيقي اوكي فدي كانت مختلفة طب رد الفعل بقى بعد المشهدين اللي انت عملتوهم ونزلوا قرازي والناس شافتهم والناس شافوك بتمثل اول مرة ردود الافعال اللي جات لك كتعملها ازاي؟ يعني الحمدلله كتت ردود افعال هيلة جدا كان يعني اصدقائي واصحابي قالوا لي لا انت شكلك مميز وطريقتك مميزة ليك طالة يعني فكنت يعني ببسطة جدا حتى بعدت صديقي الاستاذ الكبير تامر محسن المخرج طوله استامر انا عاوزك تفرج على المشهدين دول وتقول لي اكمل في الموضوع ده ولا اخليني يعني كان لسه عندك تردد عملت فعلا الاضوات دي وجاءلك الفيدباكس حلوة بس انت لسه مش متأكد طبعا لان يعني اهم حاجة ان يكون عندك قبول يعني دايما في حاجة كده بتتقالي يقولك القبول اهم من الموهبة دي حقيقة في ناس تكنيك اللي ممكن تكون اشتر منك بكتير ولكن فكرة انها عندها قبول عندها كرازمة ممكن تضيع حاجات كتير طبعا وبالتالي لما شافهم تامر محسن ده يعني من اهم 3-4 مقارنين في مصر طبعا نوجه له التحية طبعا من صباح الوارد طبعا فقال لي لا انتهايل جدا كمل وبالتالي اخدت الثقة من عند تامر ان انا اكمل في الموضوع بعد كده قعدت ثلاث سنين ما بشتغلش ده كان في 2019 هنا في 2023 عايزة اعرف بقى محمد سمي هو اللي كلمك وقالك يلا عندنا مسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان الموضوع ازاي احنا المفروض كنا هنشتغل انا ومحمد سمي طبعا بشكره جدا وبوجه له التحية من هنا اخويا وصاحبي يعني من اهم المقارنين في مصر حد يعني عبقاري كنا هنشتغل مع بعض في البرنس مسلسل البرنس لكن لظروف ما مقدرناش نشتغل وقلنا يعني تتعوض مرة تانية وجي مسلسل جعفر العمدة فاكلمني اللي هتشتغل معي طبعا فرحة جدا انبسطة يعني محمد سامي ومحمد رمضان يعني واحد من اهم نجوم الوطن العربي والاتنين صراحة مع بعض توليفة يعني زي ما بيقولوا كده ببساطة ما تخرش الميا طبعا يعني من اهم السنائيات اللي في الدرامة التلفزيونية في مصر وسامي طبعا من اهم المخرجين اللي في الوطن العربي برضو نفس الموضوع فعايز ايه اكتر من كده فاكلمني قال لي تعالي روحت له قال لي روح الشركة امضي روحت ماضيت وانا مش عارف انا عمضي على ايه ولا عارف اعمل ايه حق يعني قال ليك روح امضي روحت ماضيت من غير ما تعرف طبعا بيفرد الدور ما كانش عاجبك كان الدور جريء مثلا ما تقدرش مع محمد سامي ما تتنقشيش لانه هو راجل عارف هو بيعمل ايه وبيحط الممثلين انت من ثقتك فيه يعني قال لك امضي روحت ماضيت طبعا ونصيحة لأي حد بيشتغل محمد سامي طلبه انا عرض صورك طبعا مع محمد سامي على سكرين دلوقتي لا حبيب قلبي نصيحة لأي ممثل او ممثلة محمد سامي لما يطلبك روح بقلبك جريء ما تخافش هتنجح طب عرفته هو اختارك انت بالتحديد ليه واختارك للدور ده بالتحديد ليه هو كان عنده وجهة نظر في دور اسماعيل ده انه شخص عنده مزيج ما بين الشر والخير شخص مزدوج اه ما بين ان هو شخص هارب من احكام وبلطاجي والكلام ده كله ولكن بيساعد البطل في وقت من الاوقات انه يلاقي ابنه ودي حالة مش بتبقى دايما مختلفة دايما الشر او الفيلن دايما طالع شر بس انما كان عاوز يعمل مزيج بين الاتنين انه في الاخر الجمهور يطعطف مع اسماعيل ده انه هيسلم بلال شامة اوكي فدي كانت حاجة مختلفة في الدور ده طب هو اختار عماد صفت لدور اسماعيل ده عشان خطر الكاركتر كشكل هل هو يعرف شخصيتك كويس فحاسس انك يعني ايه المقاومات اللي تم اختيارك عشان هل دور ده لانه دور من الادوار الصعبة بالمناسبة وانت فعلا قديته على اكتر وبالتالي كان هو عارف هيحطني فين في الدور ده اوكي طب قولي بقى ما روح لقلك يلا يا عماد هتروح تنفي على الدور روحت ومضيت وبعدين روحت مضيت قعدت وامت اتفقت وشفت الشخصيات تتكلم عن ايه روحت مضيت بعد ما مضيت اتكلمت وقلت له انا مضيت يا سامي قالي طب هيددو لك الورق اخدت الورق خدت بعدي ومشيت قعدت اذاكر مراتي طبعا استاذة دينا لويز قعدت تذاكر معي قعدنا نذاكر وعلم على الحاجات وعلى الدور كنت بتذكره زي هي مثلا بدي اخد الدور اللي قدامك وتعمل معك بروفة على ان هي الشخصيات التانية اه نقعد نسمى على بعض يعني كده اه وهي الاول قارت وراء كل عظيم امرأة خلي بالك طبعا حبيبتي قعدت هي قارت الاول الدور كله بالشخصية والكلام ده كله وبعد ابتدت تحكيلي فابتدت انا اخزن هي اللي قعدت قارت مش انت مش فاضي حتى دي اللي هتعملها بروح حتى دي هي اللي هتعملها بروح تمام كان لسه بدر على التصوير كان فاضل حوالي 28 يوم اعتقد بقى قعدت قارت بتتسلى يعني وبتدت تحكيلي احنا هنعمل ايه والدور ماشي ازاي وكلام ده كله بقى اخدت المعلومات اعادت اخزنها في دماري وبعد كده بقى اخدت الورق يوم ورا يوم اعادت بقى اقرأ وذاكر واعلم على حاجات وهنا احاول اضيف جملة يعني على الكلام والعملية مشت الحمد لله يعني اوكي وكانت بروفات معاها بتاعيلي هي اللي ديتك دفعة وانت بتأذي اوه هي على طول بتشجعني هي دايما وقفة في ظهر يعني فدي حاجة بالنسبالك هات حلوة جدا طبعا لو عايزت توجه لها اي كلمة دلوقتي على الهوى الكاميرا معاك ست الكل بس كده بعد ما قارت الدور كل وعمل التروفات والست تعملت معاها بس ست كل بس كده اكتصرنا في كلمة صغيرة بعض الخلافات ما بين الشخصيات الكلام ده كله فاحنا معينا بقى رجل من قلب المعرق فقلنا بقى الفايبس كتعاملة زي جوه المسلسل فيه الحقيقة خلال التصوير الحقيقة ان حالك فيه خلافات زي ما احنا شوفنا وخلافات بين بعض النجمات جوه المسلسل وخلافات ولا دي رومرز زي ما بتطلع دايما على الاعمال النجحة بيقى فيه شوية الشعات كده وحاجات سبايسي لا 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 خالص بس عشان اكون امين انا ما اشتغلتش مع الاربع ستات يعني ما تقابلتش معهم خاص هم صحابي في الحقيقة لكن وقت التصوير انا ما تقابلتش معهم بس انا ككواليس انا شوفت الكواليس كانت حلوة جدا وكانت رائعة مع الكل يعني محمد رمضان طبعا انا بوجه له التحية من برنامجك صباح الورد واحنا كمان بنوجه له التحية محمد رمضان كان قاعد بيذكرلي يعني كان بيتناقش معايا في الحاجات وهتعمل دي ازاي والكلام ده كله هو وسامي فكواليس لا كانت حلوة جدا اما موضوع الشائعات والحاجات اللي بتطلع كل مسلسل لا يخلو من الشائعات ولا يخلو من المشاكل ولكن انت على ارض الواقع اصلا الحاجات دي انت عارف بتبقى زي كالنار في الهجين في البلاتو في الستوديو فالناس كلها بتبقى عارفة فانت كنت موجود زي ما قلت في المكان والدنيا كانت لطيفة لا كانت لطيفة جدا يعني كنت بقابل ما يكسب كنت بقابل ايمان العاصي بس دول يعني مفيش حاجة يعني ما شفتش حاجة بعيني طب جعفر العمدة ليه جزء تاني هل انت هتكون موجود في الجزء التاني؟ على حسب الاحداث ممكن اسماعيل يرجع تاني انا مقدرش اقرر متعرفش اي حاجة عن الجزء تاني ان احرقها للجمهور؟ حتى لو اعرف مش احرق لا الموضوع مش كده هو الموضوع لسه يعني الموضوع لسه الرؤية ما اتضحتش لسه الرؤية ما اتضحتش والشركة لسه مش عارفينها يعني هيخلوه ولكن الاكيد انه هيكون فيه جزء تاني بعد النجاح اللي حصل الله هو اعلم يعني في الغالب الاخبار عندنا تقول هو تم الاعلان عنه لكن مفيش حاجة واضحة يعني محدش بلغنا مثلا احنا او حتى النجوم الكبار محدش بلغهم حتى كان محمد رمضان لسه قالت صريح مبارح قال مش عارفين هيتعامل 24 ولا 25 اوكي فلسه مش عارفين حاجة انا عارفة ان انت شخص خفيف الظل وشخص اصلا عندك الحتة الكوميدي دي عالية جدا بشهادة كل الناس اللي حواليك وصحابك والكلام دا كله بغد نظر عن الدور الشرير مناش دعوة بيه خالص ولكن انت فعلا شخص خفيف الظل ايه المواقف الكوميديه اللي قبلتك وانت بتصور اكيد بشخصيتك دي اكيد كان فيه مواقف كده او مواقف محرجة تعرضتلها لا هي مش مش محرجة ولا حاجة بس كانت فيه مواقف حلوة جدا يعني مثلا كنا بنصور في الماكس في اسكندريا في عزة تالجي فكان فيه شوت اللي هو شوت الاكشن بيني وبين استاذ مجدي بدر اللي هو بلال شامل اللي بوجهه التحية من برضو من برنامجك يعني ممثل رائع فكنا بنعمل مشهد الاكشن ده جوه المية فتعات حداشر مرة حداشر مرة جوه المية يعني انت بنضرب بعض على الشط وبناخد بعض طب انا عندي سؤال هنا واكيد سؤال في ذهن كل الجمهور نشفوكوا حداشر مرة سي لان انتوا اكيد على الشط بقى نشفوا ملي متوعوا في المية بتتبلوا اه اول مرة طلعنا عشان كانوا بيثبتوا الإضاءات والكلام ده كله بعد منزلنا المية اول مرة فطلعنا نشفونا العشرة بقعين لا خلاص بقى مبلولين ما عمليش في السطنة اه في عزة تالج انت في شهر اثناشر اوكي يعني اول مرة فعلا خلاص اللي هو هنعمل الشطين بعدين مش تنشيف تنشيف ده هما بيحطوا حاجة علينا اه يعني زي فوط او طب وليه عدتوا 11 مرة 11 مرة ده كتير قوي عشان استاذ محمد سامي بيلف بالكاميرات عاوز ياخدوا من كل الزوايا اه فانتوا عدتوا عشان تكنيكل احنا عايزينكوا تعدوه مش عشان اخطاق احنا عشان ناخد من الزوايا دي من الزوايا دي من الزوايا دي اه لا مفيش اخطاق كان بيلف بالكاميرات يعني الكاميرامان كانوا بيلفوا علينا جوه البحر غير ان الكاميرا اللونج الكبيرة كانت فوق الفنار اوكي فلو انت شفت المشهد بتصور من كل حتة لانه مشهد مهم جدا فهو نفس المشهد قررتوه 11 مرة 11 مرة فبنضرب بعض على الشط وناخد بعض شدين بعض اللغات لما ننزل المية فده كان فكل مرة كنت تطلع محمد رمضان قاعد بتفرج علينا يعني قاعد كورسي وجنب محمد سامي وقاعد بتفرج علينا فكل مرة يضحك ايه كل مرة يضحك اه اللي هو يعني احنا صعبانين عليه فمن كتر ما احنا صعبانين عليه هو عمال يضحك روح المخرج الشرير برضه مهم المشهد يطلع حيانا لا ده رمضان مش سامي فمحمد رمضان يقعد يقلنا يعني يشد من ازرانا يعني اللي هو كان بيشجعنا العكس بقى شوفت ظلمناه اه لا 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 هو بيدحك ان هو يعني احنا صعبانين عليه فمش قادر دي كانت من المواقف الحلوة احنا كمان كنا بندحك في الوقت ده لان احنا مش دريانين ايه اللي بيحصل خد يبالك ان ده كان اول مشهد انا صورته اول مشهد في المسلسل اه اول مشهد 11 مرة 11 مرة واستاذ محمد سامي طلب ان المسلسل المشهد ده يبقى حقيقي يعني ضربة حقيقي طب عشان برضو الحتة دي من الحتة احنا لسه قيلين سكينة حقيقية وعدناها ضربة حقيقي ده اكيد بيبقى فيه بقى كدماته فيه فيه طبعا انا جسمي كان من هنا كله كده كان مش هرح لان احنا بنمسك بعض اه اه كنا بنمسك بعض انا ومجدي بدرق بنضرب بعض بجد اوكي وبنشد بعض وبنقلب بعض والكلام ده كله كان بجد استاذ محمد سامي طلب انه يعني هو قالك الدار بيبقى بجد وكل حاجة بس مش دار بيبقى مش هرح يعني كده انتو يعني قديته الدر زيانة ما هو طبيعي انك لما تمسكي حد مرة واثنين بعزما ما فيكي عشان هو طالب تكنيك معين لما تمسكيه طبيعي انك من هنا يحصل تعويرة او يحصل كدمة او كلام ده كله ده طبيعي بجانب انك انت على الشطفة فيه رملة فالرملة بتلف على جسمك وبتنزلي بيها المية فالرمل بيشرح الجسم فده طبيعي احنا بنسمع طبعا كتير يقولك مش عارفة فكها اخدت قلم من الفنان الفناني استاذ مجدي بادر انا ضربته في المرة الستة او السابعة كنت هكسر له فكه جوه المية لان احنا نايمين فوق بعض وبندرب بعض فضربة من الدربات فلتت فجات له فكه فوقفني التصوير مش قادرة مش قادرة مش قادرة مش قادرة تخيل صراحة مش عارفة المفروض اقول ايه بس نعم في جديد او نعم في جديد او الحقيقة فكه وقت من الاوقات لازم تعملي الحاجات اللي طالبها المخرج بالزبط لانه عنده وجهة نظر خد يبالك ان المشهد ده كان في الحلقة تسعة فكان نقلة الدراما كلها يعني المسلسل كله الراجل كسر الدنيا بالمسلسل ها هنتكلم في ايه طبعا طبعا بس انا قصدي ان انتو تضربوا بعض بجد ويبقى ما هو علاقة علاقة اسماعيل وبالله الشامة هي دي نقلة الدراما بتاعت المسلسل عشان يوصلت للحلقة تلاتين ان الراجل ده محمد رمضان بيدور عليه فاسماعيل ده اللي هيجبهوله وبالتالي كان المشهد كان طبيعي جدا والمشهد ده يعني الحمدلله الحمدلله أخدت عليه سوكسين كبير جدا لأن اول مرة اعمل كثيرا والحاجة التالية كان صعبة جدا اللونللي انت اناوي تكمل فيه او اللون اللي انت حاسس ان هو هيكون لونك ويبقى بعيدا عن وما فيش حاسس مشغلي دراماو انا عارف ان فيه عمل جديد على على شاهد ان شاء الله ومسي وانا عارفه برضو إن هو هيكون دراما فانت ناوي تكمل في كثيرا الدراما هكمل إن شاء الله صح وربنا هو حسيت إن اللون ده لونك ولايق عليك لايق علي وغير كده بصي لو الفنان بيعمل أي حاجة بيعمل أي حاجة تكون إضافة لي فاللي هشوفه كويس وهيعمل لي شكل وهيعمل لي طريقة وشكل معين هكمل فيه وإنت نجحته ده وبنتمنى لك كل التوفيق الموجه طبعا التحية لكل أبطار مسلسل جعفر العمدة والمخرج محمد سامي والبطل المسلسل محمد رمضان نورتنا النهاردة الممثل عماد صفت نورتنا وصباحك صباح الورد إن شاء الله في مزيد من التقلق إن شاء الله شكرك سيدة مشاهدين دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة سنونا بكرة في حلقة جديدة من صباح الورد